شاركت مؤسسة وحياة كريمة في تتشيني مبادرة حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر فقرا في القارة الإفريقية بحلول عام 2030 وذلك بطريقة تتلائم مع التغيرات المناخية التي تواجهها إفريقيا والعالم أجمع وخلال كلمتها أشارت دكتورة هلسعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أثار التغيرات المناخية التي ستعاني منها القارة الإفريقية خاصة المناطق الريفية حيث ستشكل تلك التحديات مخاطرة كبيرة على الزراعة والأمن الغذائية الجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة تسهم في العديد من مجالات البيئة حيث أطلقت عددا من المشروعات في مصر من أجل الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية ترجمة نانسي قنقر